اهلا بحضراتكم عدنا بعد الفاصل انا نوهت لحضراتكم قبل الفاصل عن ضيفي العزيز وخلوني قبل مرحب بي اقول لحضراتكم على ان الحقيقة ضيفي العزيز وكيل مجلس النواب شخصية مختلفة مختلفة اولا لانه قليل الظهور في الاعلام وانا بشكوره طبعا شكرا جزيلا على تلبية هذه الدعوة واختصاصنا بهذا اللقاء رقم اتنين لانه الكل يجمع داخل مجلس النواب على انه هو الشيخ العرب بس بالشيخ العرب همام الشيخ العرب السيد الشريف اللي بيعمل على اطفاء كل الحرائق وبيحاول طول الوقت تجميع الفرقاء ومحاولة التركيز في الانجاز تركيز في الموضوعات وابعاد الخلافات الشخصية ويحسب له كمان مع ادارة المجلس ورئاسة المجلس الدكتور علي عبد العال ومع زميله الوكيل الاخر سليمان وهدان على اصول مركب المجلس الى شط الامان على الاقل في دور الانهيقات الاول ضيفي العزيز هو الاستاذ السيد الشريف وكيل مجلس النواب مساء خلفا مساء خلفا زي حضرتك اهلا وسهلا وشكرا جزيلا على تلبية الدعوة انا عارف ان حضرتك مش من انصار كثرة الدور في الاعلام بس ده شرف كبير اهلا وسهلا شكرا جزيلا فعلا رجل المطافع في البرلمان اتمنى ان اكون دائما يعني خادم لجميع يعني وانا انا جئت للمجلس بفضل الله تعالى طبعا ده تكليف وانا بعتبر ان ليست المنصب هو ما يجغلني ولكن انا مواطن بسيط بحاول ان انا ادي دوري في الفترة اللي انا بعيشها في حياتي اني حب لبلدي وحب الاستقرار بلدي وحب للناس كلها انا يمكن الحمد لله من فضل الله علي اننا يمكن ليس لي خصومة حتى في العمل السياسي دائما يعني اتذكر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وحتى في المشهورة وفي الرأي وايضا اتذكر المقولة اللي كان بيقولها سيدنا الامام الشافعي عندما كان يقول رأي صواب يحتمل الخطأ ورأي غير خطأ يحتمل الصواب الاحترام الرأي والرأي وعدم وجود الخصومة والخلافات السياسية وحتى الشخصية مع احد يجعلك حكم عادل يعني الكل فعلا لما بيحطار او بيقتصم او بيحصل نوع من الخلافات جوه المجلس ما بين النواب يقولون ليس لها الا الشريف يعني بينذهبوا الى مكتب السيد الشريف ويخرجوا متعانقين متحبين الحمد لله لانا يعني بما املكه من حب لدى الجميع السادة الزمل النواب افاضل وانا اذا دائما اقول يعني اذا كنت انا وكيل المجلس فلست افضل السادة النواب هناك كثير قسر جدا من السادة الزمله افاضل ويستطيعون على العمل طب ولكن احنا دور المرحلة الحالية اللي احنا فيها حاليا ومقتضيات يعني حبنا لبلدنا يعني يتطلب مننا ان احنا نرتقي بمصر ونرتقي بانفسنا من المصالح الشخصية الضيقة الى المصلحة العامة تمام ودي الكلام كله فكرة وكالة المجلس جات ازاي فان يعني عندما ترشحت للانتخابات اكيد ما كانش لسه في تصورك فكرة وكالة المجلس فالفكرة جات بقدام من حضرتك ولا ترشيح من الاخرين رقم اتنين لمن لا يعلم من السادة المشاهدين ايه المهم المحددة لوكيل المجلس او لوكيلي المجلس اولا انا طبعا الحمد لله تعالى يمكن فترة ويودي في المجلس فترة يمكن طويلة جدا بحكم الخبرة السابقة ان انا من برلمان سبعة وتمانين تسعين ويمكن كنت اصغر بنائب دخل البرلمان وايام الدكتور المرحوم رفعة المحيوب رحمة الله رحمة الله عليه وانا باعتبره من الشخصيات اللي انا تعلمت منها لا طبعا المحيوب طبعا كان من العلامات وكثير جدا حتى من المعارضة يعني رغم ان انا كنت في الاغلبية الا ان انا دائما وابدا لا افرق بين معارض وغير معارض سواء من الاغلبية او من المعارضة انا كنت بتعلم من اساتي ويمكن كثير جدا من الاجتماعات اللي كنت باجلس فيها مثلا على سبيل المثال رغم انه كنت ممكن اختلف في الرأي معهم زي مثلا الاستاذ خالد محيددين ده يعني من الشخصيات العظيمة طبعا القرمات الكبيرة ايضا يمكن الشخصيات العظيمة اللي هي زي السيد المرحوم ممتاز نصار وجمال القاضي وكل دي ربط فيها ايضا فترة رئاسة الدكتور فتح سرور هذا العالم الجليل ولا لازم بديله حقه برضو كاستاذ قانون ايضا تعلمت على يعني ده كثير جدا من الخبرات السياسية من لم يشكر الناس لم يشكر الله صحيح فبالتالي اسزتي وانا في العمل السياسي تعلمت منهم الكثير والكثير ايضا هذه المرحلة لما جاء كنت في هذه المرحلة نقيب الاشراف وانا كنت في فترة لغاية هذه الفترة ان مجرد استلامي لتكليف بتعيني لقيب الاستاذ الاشراف اعتزلت للعمل السياسي ولكن في مقضيات الوطن اعلى واسمى ان انا لازم اجدم ليها لما طلبت فعلا قلت لما نتحت امركم وتقدمت للعمل النيابي مرة اخرى خدمة لبلدنا وفي نفس الوقت جرى الكلام مع السادة الزملاء على اختياري وترشيحي لوكالة المجلس وانا فعلا لم ابدي في مرة ان انا طلبت هذا الامر ولكن انا اشكر زملائي والحمد لله يمكن انا لا انسى ابدا الموقف اللي انا مريد به في داخل قاعة المجلس وان الغالبية العظمى من السادة الزملاء كانوا اجمعوا على اختيار شخصي الضعيف والحمد لله انا اتمنى ان اكون يعني موفق في خدمة بلدي وايضا مساعدة زملائي النواب واحنا بنحط لبنا وبالتالي خلينا اتكلم مع سيادتك بمنتهى الشفافية والصراحة فضل يا فضل اه يعني احنا محتاجين كل واحد فينا يستشعر بقيمة مصر وان هذه المرحلة وهذه الايام بالذات تحتاج الى كل واحد فينا يقدم ما يستطيع لخدم العمل والمخلص والجاد خلال الفترة السابقة يمكن انا بخبرتي البسيطة في داخل العمل البرلماني من 87 الى هذه اللحظة ويمكن اكرمني الشعب وحاصة انا كنت من وانا لازلت باشرف بان انا انتمي الى بلدي في اخميم وفي مركز اخميم بمحافظة الزهاج وطبعا انت عارف الصعيدية طبعا لا ده انا عندي هنا هنصار في الكنترول سمع تسئيف دلوقتي بقارب بس قلت زهاج في درب نار في الكنترول دلوقتي فانا يعني صراحة يعني لي شرف ان انا اتعلمت في بيت يعني اهم شيء عنده الاخلاق وكيف هتعامل مع الناس ودي اللي احنا محتاجين نقص لها تعرف حضرتك يا زببي ان واحد من الاسباب اللي دعتني للفرحة الشديدة والسعادة عندما تم تعيين علي عبدالعال دكتور عبدالعال رئيس المجلس وحضرتك وكي المجلس ومعاك وطبعا نائب المحترم سليمان وهدان الدكتور عبدالعال من الاقصر اعتقد لا من اسوان من اسوان مظبوط فقلت انه رئيس المجلس ووكيل المجلس من الصعيد ده في حد ذاته يعني شرف للمجلس وانتصار للصعيد مصر لان صعيد مصر انا طول وقت انا يعني شهادتي مجروحة فيه رغم ان انا مش من الصعيد وكنت اشرف بالانتماء ليه بس انا طول وقت بقول ان اصل مصر هو صعيد مصر والابداع والاحترام والتقاليد والعراقة والسياسيين والادباء والصعيد مصر ما هو الشيء الملفت كان للنظر بصراحة ان حتى السادة الزملاء ابناء وجه بحري اللي عزوا علينا كان موقفهم مشرف جدا يعني لدرجة ان انا كانوا بيدفعوني دفعا على التقدم للترشيح وده دليل على ايه احنا هنا يجب ان احنا نعلم تماما ان احنا كلنا ابناء وطن واحد ولازم كل واحد فينا في هذه الفترة وانا ندأ من القلب من خلال برنامجك ويمكن انا قليل ونادر جدا ان نخرج في البرامج ولكن انا انتهز هذه الفرصة اقول لشهب مصر مصر بخير وان شاء الله رغم الصعاب اللي احنا بنواجهها الا ان مصر قادرة باذن الله ان تخطو الى الامام وانا اذكر حضرتك يمكن بموقف حضرتك دي طلعت سوهاجي شوي حضرتك دي طلعت سوهاجي شوي اقول لك شوي يعني اقول لي يا رجز انا كنت في مؤتمر وكان حضره في كان في المغرب وكان حضره رئيس الوزراء الاسباني وبعض ال فكانوا بيسألوني اسئلة اسئلة عن مصر وكله كان بيتكلم ان مصر دي محورية واني خايفين وان مصر ما تعديش من المشكلة فقلت لهم باذن الله تعالى انا عايز اقول لكم حاجة اللي يقرى التاريخ بتاع مصر اسرائح مصر لما ذكرها المولى عز وجل وفي القرآن وذكرها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ان بها خير اجناد الارض واهلها في رباط الى يوم الدين ده ما كانش من فراغه فلن يحدث شيء لمصر احنا بلد الصعب بالعكس عايز تختبرونا مروا بينا باي شيء صعب وحنعديه والدليل على كده ان نشوف انت في المنطقة ما حدث الحمد لله الحمد لله طبعا ربنا كلمنا كرم كبير الحمد لله ان احنا بنعدي من هذه المشكلة طيب خلينا كمان قبل ما نخش في البنفات الساخنة عشان نقفل بطاقة التعارف الاولية اللي بحاول اعرف بيها ضيفي العزيز الى السادة المشاهدين باعتبره قليل الظهور وكتير من الناس اللي كانوا بيقولنا يعني هذا الرجل شوية لغز لانه غامض وقليل الظهور فعايزين نسبر اغواره باللغة العربية الفصحية نكتش باسراره فانا قلت لهم اتركوا لي هذه المهمة لان انا عارف ان اغواره انقى كمان من ظاهره يعني الحمد لله فكرة نقابة الاشراف وفكرة الانتماء للنقابة والعمل في نقابة الاشراف اولا ليه الانتماء يعني ممكن تكون حابب الفكرة حابب الفلسفة حابب الطريقة والاخلاق والاسلوب وكلنا طبعا بنتعلم ونقدر سيرة سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم وقال بيتي الكرام لكن ليه فكرة الانتماء الرسمي والعمل النقابي فيها وايه اللي اضافته على شخصية السيد أولا يعني انا حب اوضح في النقطة دي نقابة السادة الاشراف في مصر ليست وليدة سنة ولا سنتين ولا عشر سنين ولا من السنة جاءت فكرة انشاء نقابة السادة الاشراف منذ مقدم السيدة زينب رضي الله عنها وارضها عام واحد وستين هجرية وجاء معها صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وايضا من ابناء آل بيت رسول الله وكان أولهم سيدنا علي زين العابدين رضي الله عنه تمام وانتشروا في حديث لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كل سبب ونسب منقطع إلا سببي ونسبي كان هذا أمر دائما هذه الأسرة الطيبة الدوحة النبوية الشريفة واجب علينا أن احنا نحافظ على أنسبها ولذلك جاءت فكرة نخابة الأشراف في مصر لما انتشر آل بيت رسول الله في ربوع مصر فكان هناك اجتماع في عام متين واثنين هجرية وفي هذا العام اجتمع أبناء السادة الأشراف وقرروا أنه هو يبقى فيه ليهم نخابة تحت رئاسة لفظ نقيب والعلم حضرتك أن نخابة الأشراف في مصر تعتبر هي مرجع لأنساب آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في العالم بما لديها من وصائق ومسفندات الهدف الأسمى أيضا بجانب شرف الانتساب أن الشريف لا يتميز عن آخر من المواطنين إلا بالتقوة اقتداء بقول الله تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم واختداء بحديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا الموطؤون أكنافا الذين يألفون ويؤلفون بمعنى غربك من الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يكون بحسن الخلق أكثر الناس أحاسنكم أخلاقا الموطؤون أكنافا اللي هم أكثر الناس تفاضعا صحي وأكثر الناس ألفا ولذلك إحنا دائما وأبدا في مهام من نقابة الأشراف أن تتوضح هذا الأمر بالإضافة إن لها هدف اجتماعي كبير جدا غير ظاهر ممكن إنما هو منتشر في البلاد جميع اللي جاء فض المنازعات تلاقي أبناء أستاذ الأشراف هم يشاركون الأسر الأخرى وهذا لا يقلل أبدا من شأن الشريف وجزء من الوطن الآن هو شريحة من شريح الوطن ولا يتميز على الآخرين إلا بأدب الخلق والاحترام ومتاز طيب هيا بس النقطة الأخيرة إنه بس حصل بعض الدعاوة يعني فيه ناس كثير ادعت أنهم نقابات للأشراف أو جمعيات للأشراف وانتشر الموضوع وبقى فيه تليفونات تيجي للناس ده أنت شريف تعالى مش عارف يدفع إيه وبتاع فهل لها ضبط وربط ولا يعني كيف الناس كلها تنتسب مع احترام اللحظتك النقابة الوحيدة اللي على مستوى العالم اللي تعتبر محتفظة بهذا النسب الشريف من الوارد جدا مع العلم الحديث والفيسبوك والنت ومش أعرف التويتر فبيحصل بعض الناس إنه هم بيحاولوا إنه هو ينشئ حاجات وهمية إنما إحنا بعيدين كل البعض أنا أكد هذا الكلام وإحنا إننا بنعتبر انتساب الشخص إلى الأسرة والدوحة النبوية هو تكليف ومسؤولية والتزام هو مسؤولية مسؤولية مش تكريم يا مش مسألة يعني والشرف جاي من أصل النسب طيب هل ممكن نروح لفاصل طيب انتهت بطاقة التعارف هنروح لفاصل بعد الفاصل نبدأ ملف البرلمان كشف حساب لدول الانقاد الأول في البرلمان وليس أفضل من وكيل المجلس ليعطيني تقييم شخصي لكل الملفات الساكنة التي حدثت فيه برلمان نصف بعد الفاصل أهلا بحضراتكم عدنا بعد الفاصل الحوار موصول مع ضيفي العزيز الوكيل المؤقر للمجلس المؤقر السيد الشريف أهلا بك مرة تانية أهلا وسهلا نفتح ملف البرلمان في دول الانقاد الأول والحقيقة كان برلمان أسخن حتى من توقعاتنا وشهور أسخن من البدايات لازم أعترف الحراكة أننا حتى كنتش متحمس أول البرلمان في البداية وقت الانتخابات والحصل في الانتخابات لكن الحقيقة فجئتونا أنتوا أسخن وأنشط مما توقعنا لكن فيه انتقاد بيوجه للبرلمان مفاده أنه قدتونا بداية جيدة أنتوا حتعملوا النوع من الدفاع الحقيقي عن أحلام المواطن وأمان المواطن لما في الأول اشتبكتوا مع الحكومة ورفضتوا قانون الخدمة المدنية ثم بعد ذلك تحول البرلمان إلى برلمان الموافقون وفقتوا حتى على قانون الخدمة المدنية وفقتوا على قانون القيمة المضافة وكل طلبات الحكومة استجبتوا لها على عجل طبعا كلام سيادتك الظاهر والرحمة وفاطنه والله ولكن بس عشان أوضح لأن ده أنا واجب أن الحراك كل أشئلة وآراء الشارع وحراك طبعا موقفتون لا أنا مبسوط لأن برضو دايما أقول لزملائي يجب أن كنتوا تفرقوا ما بين الشخصية العامة والشخصية العادية الشخصية العامة يجب أن يكون صدره يتسع لكل نقد محترم وكل بدون تجريح طبعا أحسنت أولا لازم نكونوا يعني واضحين وأنا هتكلم بمنتهى الصراحة فضل المجلس هذا المجلس وأنا بخبرة يعني يمكن 87-90 بدأت في سنة 90 العمل النيابي إلى هذه اللحظة أنا أشهد وأنا لا أقول إلى الصدق إن هذا المجلس فعلا من المجالس المميزة على مدى تاريخ الحياة برلمانية منذ 1924 وأنا ما أتكلمش من فراغ لإني بناء على واقع حقيقي أنت بشفتش جلسة تمر داخل المجلس عمرها 17 ساعة أو أكثر من 17 ساعة وظل النواب بشفتش مجلس يبدأ البنيان التشريع بتاعه بإقرار مشروعات بقوانين صدرت في غيبة المجلس وقت المستشار عدل منصور رئيس الجمهورية المؤقت وكذلك السيد الرئيس عفتاح السيسي رئيس الجمهورية الحالي صدرت هذه المشروعات بقوانين وعدتها 342 مشروع قانون طبقا للدستور وطبقا للمادة الموجودة في الدستور مطلوب من المجلس إنهاء مشروعات القرالين في فترة لا تتجاوز 15 يوما من وقت إنعقاد المجلس هذا الأمر أنا شهدته لم أشهده في حياتي إنك أنت تظل في المجلس ليل نهار إحنا أحيانا كنا يعني من نغير الأميص والبدلة ونعد ونشطف في داخل المجلس عشان نقر مشروعات القوانين تمام حتى لما جاه مشروع القانون الخدمة المدنية وأنا أحب أوضح لحظتك فضل واستشعر المجلس كان المجلس ولا زال المجلس وأنا أكد ليك إن مجلس بالدرجة الأولى مصري خالص محب لبلده بدرجة 100% مش درجة 99% وأنا لا أقول إلا الصدق والحق بمعنى إيه الكلام بتاعي يعني النهاردة عندك مجلس مغدم على حركة برلمانية جديدة أعايز لقيحة جديدة عندنا مختضيات حركة داخل اللجان تتطلب التوسع في عدد اللجان عشان نستوعب بعض اللجان اللي هي زي الطاقة والمتجددة وزي مشروعات الصناعات الصغيرة بعض المجالات الجديدة اللي تم استحدثها واستحدثها وكان العدد 19 لجنة أصبح 25 لجنة تمام الليحة الجديدة عدد المواد اللي احنا قعدناها حوالي 438 مادة ودي ليحة كبيرة جدا بحكم خبرتي في البرلمانات الخارجية وأيضا دراساتي اللي أنا درستها في الحيانيابية خارج مصر درست في إيطاليا ودرست في إنجلتر ودرست في حتى في الدول أسيا والدول العربية في الكويت المغرب البرلمانات اللي فيها واللواحج اللي أدي لا احنا عملنا شغل يعني فعلا عشان نخرج بمجلس له قيمة يمكن كبيرة جدا والدليل على كده يمكن الكلام اللي تكلم السيد الرئيس عن فتاح السيسي في بداية افتتاح الدورة البرلمانية تكلم على لفظ ممكن يعدي على بعض الناس بناء الدولة المصرية المدينية الديمقراطية الحديثة هذا اللفظ اللي تقال ده مطلوب من المجلس النيابي ده تكليف ده يعتبر تكليف وبالتالي احنا بنحول هذا الكلام ليش له مجرد شعرات عشان ااكد لك يعني فعلا مضى عهد اللي هو الشعرات الجوفاء مضى عهد الكلام اللي هو غير واقعي طيب انا عايز انا مقدر الجهد اللي بدلت سواء في انجاز مشروعات القوانين اللي كانت مطلوبة في 15 يوم وعجبتني مش حاضر اقول الحيلة لكن التخريجة القانونية والدستورية اللي انتم عملتوها علشان تنجزوا هذه القوانين ثم الجهد الرائع في استحداث اللجان وانشاء اللجان وانتخابات اللجان ثم مواد اللايحة الداخلية وده جهد رائع بس ده كله جهد على المسار الاجرائي من حيث الاجراءات انا هنا بتكلم عن المنهج اللي بينهجوا المجلس انا بقول لحضرتك انه بعض السادة المواطنين وهم من انتخبوكم هم من اعطوكم اصواتكم اصواتهم لدخولكم البرلمان بيقولوا كانت توقعاتنا من المجلس ان يكون ربما اكثر حسما وصرامة عند تعامله مع الحكومة وانه رغم البادرة الجيدة اللي في الاول بيهي الوقوف لهم امام قانون الخدمة المدنية وقال له لا هذا القانون قد يظلم الموظف وكذا وكذا انه مشوفناش بعد كده بالبلد كده امارات للمجلس قانون الضريبة القيمة المضافة لم حتى الحكومة لم تسوقه ما كانتش مسوقا وهي كانت حتى للسان وزير المالية ان احنا جاهزين لثلاثة ايام لعرضه على البرلمان خلصوا معكم في يوم واحد فبالتالي معناها ان البرلمان كان جاهز للموافقة دون تأني وتمحيص وتدقيق هل فعلا انتو امام مشروعات اللي بتقدم من الحكومة امام ضغط الحكومة اللي انا عارفه موجود الحكومة بتقولك احنا بقدمين القانون ده ومستعجلين عليه وضرورة ملحة للاقتصاد القومي وانا عارف كلام اللي بتقال لما يجي لك وزير التخطيط او الاستثمار او المالية هل انتو بيبقى فيه نوع من انواع الاستجابة شوية لهذا الضغط الحكومي وتمرير القوانين برضو لو استركت نسيادتك اكمل اللي انا برضو مش عايز ولا تقرب الصلاة ونروح نسكت فلتسمح لي بقى سيادتك ان انا اوضح عشان برضو فيه مفهوم احنا انا كويس كلامك ده اللي بتقال عشان نوضح للناس فضل اللي ايده في المية اللي ايده في النار غير ايده في المية كنت فعلك سهل جدا انك انت تقول ان بكرا الصبح ان الحياة وردي وحنعمل ونساو لا انا لازم اصرحك وصرح الناس ان فيه كم من المشاكل كبير جدا كم من التراكمات ليست وليدة المسؤول الحالي ولكن وليدة ستين سنة فاتو فيه فرق ان باننا نشتغل بالمسكنات وفيه فرق انك انت تدخل وعندك ارادة قوية لحلول جزرية كويس ايا كان الامر الكلام كله في جميع المؤسسات في الدولة ليس في مجال التصادم ولن يكون المرحلة دي مش مرحلة تشابك لا بالكلمات ولا بالشعرات متفقين وخلينا نتفق بصراحة خلاص متفقين لا ليس مجال التشاحن ولا التشابك احنا احنا بندور على المصلحة بندور على المصلحة تمام فيه طريقين فيه طريق انك ترمي المشكلة للي بعديك والمشكلة اساسا انفجرت وحترميها للي بعديك هتنفجر اكثر صحيح وده كان سمت بعض الحكومات والانظمة السابقة وفيه فرق انك انت تشتغل ايا كان الوضع المر احنا لازم نكونه عندنا من الجرأة والقدرة سواء في داخل البرلمان او مع الحكومة او مع القيادة السياسية تمام التوجه العام حضرتك وانا بأكد عليك هو مبدأ التعاون بقوة للدخول لانهاء هذه المشاكل اول هذه المشاكل العجز الكبير الموجود في الميزان العام للدولة وانت كلنا عارفين الحلول كانت بتعتمد على الحلول المؤقتة في امور كثيرة جدا والدليل على كده احنا المصلحة العليا احنا كلفنا من مين انا يعني انا واحد راجل بسيط انا مجيئتش لمنصب ولكن يئت لان مقتضى الامر يستلزم ان انا ضحي بكل وقت وكل حياتي لان فعلا مش شعرات هذا الامر كان هناك سياسة بنيت الكلام اللي محدش ممكن بعض الناس ما تعرفوش لا في سياسة تشريعية واضحة دي المعالم واحنا بلا شك معانا رجل قانون من الطراز الاول بعض الناس يمكن ما تعرفش الدكتور علي كويس انا اعرفه كويس استاذ الدكتور علي استاذ قانون الدستوري وكان اغلب الدول العربية اللي انا عرفها وليه علاقة بيها تستأنس برأيه في كثير من الجهات طيب هو هنا سيد بي انا اسف المقاطع اه الكلام حدك من الحقيقة مقدرش اقول علي كلمة يعني انا متفق معاه مية في المية هي الفكرة هنا انه كلنا متفقين على الازمة الحاصلة والعجز اللي في الدين العام والعجز في الموازنة هي الكلمة كلها الوحيدة اللي بيقولها الناس في الشرائي انه لماذا الحكومة عندما تجد نفسها في مأزق بسبب الدين العام او عجز الموازنة او المشكلة في ميزان المصروفات والمدفوعات وكذا تلجأ للحيلة الاسهل او الحل الاسهل وهو فرض الضرائب في حين كان الناس يأمل من المجلس انه يضغط على الحكومة يقول له بدل ما قدمونا مشروع قانون لفرض ضرائب جديدة لا قدمونا مشروع قانون لتيسيد الاستثمار قدمونا مشروع قانون لموضوع التهرب الضريبي وكيفية جمع الاموال الطائلة اللي هي اكتر من 300 مليار جنيه وفقا لكلام رئيس مصلحة الضرائب 300 مليار جنيه تهرب الضريبي سنويا قدمونا تيسيرات علشان موضوع المشروعات الصغيرة والاصغر والمترهات الصغر ونخلي كل خلية اسرية في الصعيد وفي الريف وفي الدلتا تبقى انتاجية هو ده اللي هيخلنا بلد انتاجي يحل أزمة الاقتصاد بدلا من فكرة عندي مشكلة افرد ضريبة ما انا يعني انا عايز ايجاوب لحضرتك بقول لك المشكلة وحجم المشاكل واحنا متفقين عليها احنا بلكلم في الحل يا رئيس واقول لسيادتك على الحلول حضرتك في مجال زي مجال الاستثمار انا معاك ان هناك معوقات لا زالت في العملية الاستثمارية في مصر كبيرة جدا وكبيرة هذا الامر يستلزم مجموعة من الحزم التشريعية تمام وكان بادر السيد الرئيس انه انشأ مجلس اعلى للاستثمار عشان التخوف من بعض اتخاذ القرارات في بعض الاماكن ده هيستلزموا فيه جزء مهم جدا يمكن انا كنت هتكلم فيه معاك زي قانون المحليات طبعا ولا مركزية القرار صحيح احنا عايزين نتوسع وخاصة جاي مشروع قانون في منتهى الامتياز وانا قريته مادة مادة جاي منين فانو ده من الساد النواب ده اللي قدمه احمد السجيني نائب احمد السجيني نائب احمد السجيني وفي بعض الساد النواب الاخرين تقدموا مشروع قانون لانه ليس شرطا ما هيدي غريبة بقى أنا تلقى أنا كمس أنا كمس أنا كمس أنا كمس أنا كمس خليها في الرحمة في الرحمة يعني هي القصة ان احنا مثلا والمفروض على فكرة ان انا طول الوقت بقول انه شوية الاعلام مع المجلس وجهان العملة واحدة هما اللي تنب يمثلوا الشارع يعني قلنا انه ما نراه من الاولويات هو قانون الإدارة المحلية لان احنا مقبلين او عايزين نعمل انتخابات محلية ونشكل المحليات وعارفين ان الفساد الاكبر في هذا الجزء ومحتاجين نطهاره وننشرك الشباب وكذا فعايزين حكم إدارة المحلية قانون عايزين قانون الاعلام عايزين قانون مش عارف ايه هذه القوانين الملحة الحكومة لم تتقدم بيها بل بالعكس متبطأ فيها وتسوفها وتوديها التقلاجة اللي هي مجلس الدولة لدرجة انه النائر أحمد السجيني وانتو كبرلمان انتو تقدمت قلتوا مش عارف تقدموا انتو طب احنا هنقدم والده المصطفى باكري هو اللي مقدم قانون بتاع الاعلام والصحافة والحكومة بتقولك لا طب استنوا هنبعتلكوا حاجة أحسن من عندنا ففي النهاية واضح ان اولويات الحكومة غير اولوياتنا احنا كشعب لا احنا اولوياتنا ايوان ازم تعرف واعرف حضرتك فعلا ان هذا الكلام الاولوية الاولى هي المصلحة العليا للشعب كويس واحنا على فكرة القرار بيأتي من السادة الزمل النواب نابع من تكلفهم من الناس ممتاز ولا جدالة في ذلك كويس احنا هذا الكلام انا ما اكده لك تمام والدليل على كده ان النهاردة في بعض القضايا حتى غير التشريعية زي القضايا الرقابية باي النهاردة لما استشعر المجلس ان هناك فيه فساد في منظومة معينة هل انتظر بالعكس ده نزل زي فساد اللي حصل في القمح المجموعة هالمجلس هو اللي اكتشف هذا الامر صح لا ودي دي علامة مجابية مهمة ايضا لا يمكن ان ننسى لجميع اجهزة الدولة تعاونت معنا بفي الامر في مساعدتنا في هذا الكشف انا سؤال يا سيد بي كيف تتعاملون مع المشاريع القوانية التي تقدمها الحكومة واللي غالبا حضراتكم عارفين لدويركم مستشعراء الخطر من بعض هذه القوانية احنا لازم اأكد لك احنا مش في باب ابدا تصادم مع الحكومة في باب التعاون لمصلحة الوطن كويس ودي قاعدة لازم تعاون لي ايه لمصلحة الوطن ومصلحة الشهر ده اهم حاجة طبعا دي اؤكد لا 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 صح لا لا حوالك انت يمكن لا ترى او بعض الناس ما يروش ان ماذا الجهد اللي بيوزل احنا 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 بنروح الساعة اتنين بالليل لا انا مش معطنت بس هل حضرتك يعني حضرتك بيحصل هل حضرتك لا تتفق معي لا لا ان قانون نشرع قانون القيمة المضافة اه انجز بوقت اسرع مما يجب ده انا بقول لحضرتك وزير المالية هناك في البردامج اه وقال احنا هناخد ثلاثة ايام لعرضه وشرحه في البرلمان الرجل راح ساعتين ومشي لا 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 بس بنا اقول لحضرتك حاجة اذا اختضى الامر ان احنا نواصل الليل بالنهار في انجاز ايوه اذا اختضى الامر ما اختضاش ليا ايوه بعدش في انجاز مشروعات الخوانين وهي كثيرة جدا احنا لسه اذا حضرتك بقانون القيمة المضافة ده جزء يعني اساسي في وضع منظومة معينة مش معطرد ليه ما حدتش وقتك فيه ليه ما حدتش وقتك فيه المجلس لجانه وخدت الوقت الكافي فعلا واحنا النهاردة هل مختضى النهاردة انا عشان اعمل اصلاح في الجهاز الضريبي في الدولة قاعد انا سنة زي زمان لا ما انفعش لا بس لا سنة ولا ساعتين انا تقول لي انا انا كمجلس اتكلمت مع الحكومة فيه اه احنا كمجلس اتكلمنا مع الحكومة فيه انا مش مسألة تحصيل انا مسألة الاجهزة الحديثة اللي هو احنا طلبينها لتطوير منظومة التحصيل الصحيحة انا من النهاردة تشوف الدول اللي هي زي ماليزيا وزي اندونيسيا وزي بعض البلاد اللي هي زينا احنا اللي هي تقدمت النهاردة انت بتروح تشتري حاجة تلاقي الحصيلة بتصرح مباشرة ملهاش وسيط ملهاش مندوب يروح يحصلها تمام وبالتالي فيه فعلا انا اؤكد ليك كلام من الحكومة معنا ان فيه تعديل سريع لمنظومة التحصيل ايضا بما لا يؤثر على الناس اللي هي بتنشئ مصانع واستثمار في البلاد لان احنا برضو يهمنا التوسع في الاستثمار طب النقطة بتاعة الرقابة على الاسعار وضبط الاسعار اللي هي الضمانة الوحيدة سيد بيه انه قانون القيمة المضافة ده ما يعملش غلاء متوحش في الاسعار ويزيد من نسبة التضخم في السوق الضمانة دي الحقيقة انا اللي حكومة جات في البرلمان وقالت لكم نحن سنقر معكم او قررنا هذا القانون في مقابل ان احنا هنضبط الاسعار ونرأي بلكده والحقيقة انا بقول لي معليك مش حاول ان الكلام مش صادق بس الحقيقة هم ليس لديهم آلية لده يعني ده في نهاية وعود هوائية الدهالكو في المجلس الحكومة بحكم القانون ليس لديها آلية لمعاقبة اي تاجر يطلع السلعة دي جنيه فيها او جنيه هل ها يعني هيدبطوا الاسعار ازاي المشروع القانوني اللي نزل بعدين مباشرة اللي هو ايه اللي هو بتاعة الضرايب انت يمكن لو تبعت معنا جلست النهاردة وجلست مبارح كان فيه مشروع قانون لتغليد عقوبات لتغليد عقوبات لتغليد عقوبة ايه طبعا انا بقولش لتغليد عقوبة ضريبة انا بقول ضبط الاسواق يعني السادة النواب قالوا لوزير المالية ماشي القانون حلو بس القانون ده هيغلي السلع طب اضمن لي ان السبعة وخمسين سلع المعفاة من القانون بتاقيم المضافة مش هيسري عليها الزيادة على الحكومة ما هي دي بقى حكومة ايطنك ما تقلوش احنا قادرين باذن الله تعالى على رقابة جميع اعمال الحكومة لعملية ضبط الاسعار والدليل على كده في بعض الامور احنا تدخلنا فيها تدخلنا فيها بقوة وانا اذكر جلسة جمعتني مع السيد رئيس مجلس الوزراء وايضا السيد وزير المالية والسيد وزير الزراعة يعني انتوا المفروض دلوقتي اقردوا القانون في مقابل انتوا هتنتظروا وترقبوا لا لا في لجان المجلس النهاردة ما تشتغلش من فراغ ايضا في رقابة شبه يومية على جميع النهاردة انا اتمنى انتوا يعني اطول الوزر انا بس انا عايز اأكد ليك فضل عشان برضو احنا امام السادة المشاهدين احنا متكلمش بكلام في عواطف لا احنا جدين في داخل البرلمان وانا اشهد بذلك ان جميع السادة النواب حارصين كل الحرص على ان هم يعلوا من المصلحة العليا ولا تفرق معانا مسألة لوزير في بعض الملفات احنا يمنا المصلحة العليا للبلد في بعض الملفات عايز منها اجابات سريع عارف حركة الدرامج الرمضانية ايه اللي هي تركتك سؤال جواب جدا عشان الملفات والوقت انا عارف وقت معليك الثمين اه واحد القصة اللي عامل جدل بقى لها اسبوعين وفي بعض الناس قال لك يعني مش معقولة المجلس مش عارف يسيطر بيتخذ قرار في موضوع زي ده يخص العضوية موضوع العضوية الحائرة ما بين الدكتور عمر الشبكي والناب احمد مرتنى منصور وجزء جبير بيقول لك ده حكم احكام واجب النفاذ والناحية التانية الخلافات المترتبة على اللجان والخلافات الشخصية كذا هل المجلس يعجز عن حسب موضوع بهذه البساطة لا بالعكس احترام كامل لجميع الاحكام الصادرة من القضاء والمجلس هو اول من يحترم احكام القضاء واعلن السيد رئيس المجلس الدكتور علي عبدالعال على منصة المجلس هذا الامر القضية عندما التبس الامر هناك حكمين اتوا من محكمة النقط في ذلك في هذا الوقت الغالبية العظمى ان رئيس المجلس بس الحكمين مش خاصين بعمر الشبكي يا دكتور سيد بي في حكم عشان بس في حكم قال انه تسقط عضوية احمد مرتنى منصور ويحل محله عمر الشبكي ده حكم في حكم تاني لعلاقة بان في حد كان رافع دعوة على احمد مرتنى منصور واخسرها انا اكد لك لا ما ليش علاقة مع عمر الشبكي انا عايز اكد لك برضو جوزية احنا لا نميل الى الحق يعني لا طرف ايوة ليه الفصل لا اسم لا اسم انا عمري بقول انا عمري بقول ان المجلس بيوالس او بيدالس لحد انا بقول انه موضوع المفروض انه هو بسيط فصل فيه عضوية وعندوك لجنة فيها قامة كبيرة زي المساربة هي الدين ابو شق الرئيس لجنة تشتعى الدستورية هل مجلس النواب عجز عن فصل موضوع احنا دلوقتي دخلنا فيه اكتر من 17-18 يوم لا مرضو حظتك انا عايز اوضح لك بس ايه الاجراءات المتبعة الدخل البرلمان حظتك انت انا عايزك بس ما انا قلت حالك ده اسئلة رمضانية رمضانية الوقت يعني انا بس انا عايزة ادي لك لا اصيه ما انا عشان اوضح لك فضل ممكن بعض الناس تفهم التأخير ان المجلس ليه رغبة وهواء هذا لم يحدث ابدا المجلس عندما عرض الامر عليه ايوه قرار بيبقى قرار ليس قرار رئيس المجلس ولا وكيل المجلس ولا هيئة المكتب ده قرار المجلس كله في الجلسة العامة فرأى السادة اعضاء المجلس انه يرجع للجنة الشؤون الدستورية والتشريعية لاعداد مذكرة في هذا الشأن كويس وده امر طبيعي جدا كويس مجرد الانتهاء من هذه المذكرة لست مكنستش المذكرة لا بتعد حاليا المذكرة الامر اللي عرض على الجلسة في داخل المجلس وبناء عليه بحيتم ان احنا نحترم جميع احكام القضاء سواء كانت بالاجاب او السلب لا ان احنا اولا اول كلمة قالها رئيس المجلس طيب حاليا ان الدور حيخلص يوم الثلاث لا ما حضرتك اللي جان لا اللي جان لا انا قضي قضي تحسب قبل يوم الثلاثة اللي جاي ولا ممكن في الاجازة لا لا ايه تحسب فيش مشاكل تحسب في الاجازة وليس عيبا لا مش عيبا انا مقولش انه عيبا انا باخد من حالك خبر بالضبط بسرعة كده نقطة تانية المتعلقة بشكوى الدائمة على لسان الدكتور علي عبدالعال من غياب النواب للجلسات والدرجة نقول اسبوع اللي فات في اطار المزحة يعني قال لهم انا هفكر اقفلوك والبهو الفرعون اللي انتم عاديين فيه طول النهاردة عشان تعودوا وحتى كان بيطالب بتفعيل التشويش الالكتروني عشان الموبايلات تتقفل جوه القاعات عشان يركزوا في القاع هل السيطرة على الجلسات والسيطرة على النواب شيء برضو عجز عنه ادارة المجلس لا عندكوا لايحة ولايحة لا لا هو النواب مسقلين بهموم كثيرة جدا من دوائرهم وتلاقي اغلبهم الفترة بس الاصل يا فندم هو حضور الجلسات من اجيه لحضورتك في فترة اللي هي فترة الاجتماعات بتاعة الجلسات اللي جان بتبدأ من الساعة عشرة لغاية الساعة 12 احيانا احيانا وانا مش هوني وانا مش هوني لا حبيب والنواب حبيبي ما تحاول الشيء أنا بس عايزة أوضح لك أن النواب بيبقى فترة اللجان واللجان أحيانا بتبقى سخنة وتبقى تنعقد فممكن تبتد ساعة على الوقت المحدد الدكتور علي طبعا بصفته أنه هو والد الجميع ودايما نتاعبت السادة النواب أنتوا كإعلام بتاخدوا بتزودوا شوي طرعا إحنا الصياطين في الآخر لا 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 عافو لا مقبول لدرجة الدكتور علي عبدالعال زعل النهاردة من الإعلام لا هو بدون أسماء بدون أسماء دكتور علي عبدالعال نهاردة زعل من نقد أحد الإعلاميين مبارح له لدرجة أنه هو كان بيهددنا قال لك طيب قانون الإعلام عندنا هنوريكو لما نيجينا طب تسمح لنا أقول حاجة والله أنا أنا أتكلم بأمانة وأنا طبعا علاقتي يمكن بجميع العالمين علاقة طيبة جدا يعني أنا عايز يعني خلاص إحنا عايزين نلتفت إلى ما يبني البلد صحيح إحنا يعني حتى البرامج أنا أرجوكم يمكن أنا قليل جدا أن أنا أطلع في البرامج ولكن أنا عايز أقول حاجة إحنا عايزين نحب بلدنا ونعلي من المصلحة العليا فيها بعض البرامج أرجو أن هي تكون النقد فيها النقد المحترم اللي هو يعني أنا عن نفسي على المستوى الشخصي بستفيد من البرامج اللي بتبقى فيها حوارات ونقد بالناء أما الحوارات الجارحة وبعض الأمور لا ده مش مطلوب ده وأديك شايف يعني لما ييجي الشخص عشان كده أنا أول واحد بستعجلكم بقولوك أموس إيديكو إنجزوا لنا مشروع الصحافة والإعلام لا يجب هو جيلا 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 برضو برضو نفس نفس اللهجة اللي أنا تكون علي عبد العالم ونجم فيها ريحة صعبة لا 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 على عكس على المهم في ختم الحوار أنا تأكدت بالوقتي ليه أطلقوا عليك شيخ العرب جوه المجلس الله إله لأنك شخص الحياة محترم ولطيف بالإضافة أن أنت حتى النقد للأخرين ما تحبش تقوله لا وكلام طول الوقت عندك بدماثة خلق ورطابة لسان هات تستحق التحية علي أنا بشكرك ومرة تانية أخصك بالتحية على اختصاصنا بهذا اللقاء ويا رب إن شاء الله لقاءنا القادم في نهاية الدور القادم يكون بإنجازات أكتر ورضاء كامل من الشارع عن أداء مجلس النور إن شاء الله أنا أكد لك وأكد يعني أن فيه أمل كبير جدا إحنا والله أنا بأتكلم بصدق أن الرؤية القادمة رؤية طيبة جدا وأنا شفت بنفسي مدى الجهد اللي بيوزل لبناء مصر فعلا بصورة يعني حديثة وفي مشروعات أنا لمستها بنفسي سواء بيقوم بيها قطاعات المختلفة في الدولة أو القوات المسلحة والليه إحنا إحنا لازم نوجه الشكر للقوات المسلحة على الجهد اللي بتبزله في بناء الوطن لأن إحنا كلنا منظومة واحدة لا فرق بين القوات المسلحة والداخلية كلنا مصر عشان كده إن شاء الله بإذن الله مصر حتكون بأبنائها وبيكم جميعا إن شاء الله حتكون قوية شرفتني ونورتني وتحية سهاج وياحية صعيد مصر أهلا وسهلا شكرا جزيلا وأقول لك المرة الجاية خلوه أخش شعر قل لي يا رجل شكرا لحضراتكم خلصت حلقتنا شكرا لكم إن شاء الله شكرا لكم شكرا لكم شكرا